عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وملينا توطق سبع شجانا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المنصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان بيقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سعابا إن جهنم فانت مرصدا للطاغين مآبا لامثين فيها أحقابا لا ينوقون فيها بردا ولا شربا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يوجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعلابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها نهوا ولا كذاما جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات ورقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسارقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوا إذ هم إلى فرعون إنه طغى فقل ألمك إلا أن تزكى وأهليك إلا ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نتالى الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سلكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وانجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المهوى وأما من خاذ مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاء إنما أنت منذر من يخشاها كأنه اليوم يرونها لم ينبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر